موسيقى المورد الثالث الكامل جزء عاشر في صفحة 129 ثم دخلت سنة 590 هجري ذكروا حصر العزيز مدينة دمشق قال ابن الأثير في هذه السنة وصل الملك العزيز عثمان بن بن صلاح الدين وهو صاحب مصر إلى مدينة دمشق فحصرها وبها أخوه الأكبر الملك الأفضل علي بن صلاح الدين علي بن صلاح الدين وكنت حين أذن بدمشق فنزل بنواحي ميدان الحصار الأخ يقاتل الأخ الأخ يصارع الأخ لم يكتفي بمصر يريد أن يستحوذ على الشام يحارب الأخ يتقاتل مع الأخ يسفك الدماء من أجل أن يوسع الملك ويقولون تحرير تحرير وقتال وقتال الأخ يقاتل الأخ من أجل المنصب من أجل الأرض من أجل المال من أجل المكاسب الأخ يقاتل الأخ والأب يقاتل الأب والأب يقاتل الأبناء والأخ يقاتل العم وهكذا صراعات من أجل المنصب والأموال والواجهة والسمعة والسلطة ويقول يزيد قاتل وحارب وشارك بغزوة ضد الفرنج أو ضد الصليبيين أو ضد المشركين أو ضد الملحدين أو ضد الإسماعيليين أو ضد الخوارج أو ضد الروافض أو ضد السبائية الكل يطلب المنصب الكل يطلب الواجهة الكل يطلب المال الكل يطلب السلطة هذه صراعات فيما بينهم فهل كثرة القتال وكثرة الغزو وكثرة التحرير الاحتلال السيطرة على البلدان هل هذه معيار ومقياس للإمامة ولتحديد الإمامة ولتثبيت الإمامة ولتشخيص الإمامة؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين الالتزام؟ أين بناء القلب؟ أين الجهاد الأكبر؟ أين جهاد النفس؟ ماذا جن المسلمون من تحرير بيت المقدس عندما حرره صلاح الدين؟ كم خسر المسلمون من الأنفس، من الدماء، من الأعراض، من النساء، من الأطفال، من الأراضي، من الأموال؟ لا يوجد بناء، لا يوجد إعمار، لا يوجد بناء للبيوت، للمنشآت، لا يوجد بناء للقلب، لا يوجد بناء للفكر، لا يوجد بناء للعقيدة والإيمان يقول وصل الملك العزيز أثمان بن صلاح الدين وهو صاحب مصر إلى مدينة دمشق فحصره وفيها أخوه الأكبر الملك الأفضل علي بن صلاح الدين وكنت حينئذ بدمشق فنزل بنواحي ميدان الحصى فأرسل الأفضل إلى عمه الملك العادل أبي بكر بن أيوب وهو صاحب الديار الجزرية يستنجده وكان الأفضل غاية الواثق به والمعتمد عليه وقد سبق ما يدل على ذلك فصار الملك العادل إلى دمشق هو والملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب وناصر الدين محمد بن تقي الدين صاحب حما وأسد الدين شيريكو ابن محمد بن شيريكو صاحب حمص وأسكر الموسلي وغيرها كل هؤلاء اجتمعوا بدمشق واتفقوا على حفظها علما منهم أن العزيز إذا ملكها أخذ بلادهم فلما رأى العزيز اجتماعهم علم أنه لا قدرة له على البلد فترددت الرسل حينئذ في الصلح فاستقرت القاعدة على أن يكون البيت المقدس وما جاوره من أعمال فلسطين للعزيز لصاحب مصر وتبقى دمشق وطابرية وأعمالها والغور للأفضل على ما كانت عليه وأن يعطي الأفضل أخاه الملك الظاهر جبله ولا ذقية بالساحل الشامي وأن يكون العادل بمصر إقطاعه الأول واتفقوا على ذلك وعاد العزيز إلى مصر ورجع كل واحد من الملوك من الصلاطين من الخلفاء من أولياء الأمور كل واحد من الأئمة ورجع كل واحد من الملوك ورجع كل واحد من الملوك إلى بلده أقول صراع مصالح ومكاسب وتقسيم البلاد إقطاعات هذا حال ملوك وسلاطين بلاد الإسلام ومع ذلك فهل يستقر الحال ويتوقف الغدر والخداع وسفك الدماء والمتاجرة بأرواح الناس سنرى الملك العادل كيف يخطط لماذا طلب الإقطاعات ولا أين يريد أن يصل الملك العادل يعني ثمن تحرك الملك العادل أخذ إقطاعات بمصر وثمن تحرك الملك الظاهر أخذ جبل ولاذقية بالساحل الشامي وثمن تهديد العزيز أخذ البيت المقدس وما جوره من أعمال فلسطين وكذا كلها مصالح وأقطاعات